البداية مع العنوان الكبير ندى حافظ لاعبة المبارزة المصرية التي لم تسلم من التعليقات السلبية بعد إعلانها مشاركتها في الأولمبيات وهي حامل في الشهر السابع البعض اتهمها بالاستهتار على اعتبار أن مشاركتها قد تشكل خطرا على الجنين وآخرون انتقدوا سفرها إلى باريس من الأساس بينما خسرتها أمر حتمي واتهموها بإهدار المال العام لكن ندى ردت عبر ستوري انستغرام وقالت إن مشاركتها خبر حملها كان لتسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وإظهار ما تستطيع فعله لكن قبل ندى تعرضت المصرية جانعا للاعبة القوس والسهم لسخرية أيضا بعد حصولها على المركز قبل الأخير في المنافسات ومن مصر إلى لاعبة المغرب اللاعباء مجدولين العلوي شربت أيضا من نفس الكأس وتعرضت لموجة قاسية من التنمر عندما احتلت المركز الأخير في رياضة التجديف لثلاثة أيام على التوالي وفي ليبيا الجمهور مستأل أيضا بعد مغادرة معظم أفراد البعثة دون ميداليات والسخرية طالت مختلف اللاعبين وعلى رأسهم محمد بن دلة الذي حاز على المركز قبل الأخير في منافسات الرماية ترجمة نانسي قنقر